تمكن مجموعة من العلماء الصينيين من كلية الطب بجامعات شنغهاي جياو تونغ وجامعة فونان في شنغهاي من القيام بتطوير لقاح خارق من شأنه علاج مرض التوحد من خلال استخدام حقن مبتكرة تساعد في علاج البشر الذين يعانون منه على الجانب الآخر وفقا لصحيفة دايلي ميل البريطانية قام العلماء بحقن الفئران ونجحوا بربط طرى بطيف التوحد ASD بتفرة بجين يدعى MEF2C والذي يسبب الخلل به والعديد من المشاكل في عمليات النمو الحاسمة في الدماغ واخترى العلماء التركيز على جين واحد يسمى MEF2C والذي تم حقنه في أدمغة الفئران ليتمكن بعدها بالعبور بحاجز الدم بالدماغ وهو الأوعيات الدموية والأنسجاء التي تبطن الجزء الداخلي من الدماغ وأكد الباحثون والعلماء أن العلاج قد نجح في استعادة مستويات بروتين MEF2C في العديد من مناطق الدماغ ليعكس التشوهات السلوكية لدى الفئران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر